اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من سوريا اليوم تعيد واشنطن عقارب الساعة من جديد إلى ما قبل التسع عشر من كانون الأول الفائت وهو تاريخ إعلانها الانسحاب من سوريا اليوم تغيرت الكلمات المترددة طوال الأيام الفائتة حول الانسحاب وجدوله الزمني ومآلاته كل ذلك تحول إلى ماضا مع أحدث الأعلانات عن بقاء أربعمائة من الجنود في شرق الفرات ومثلث التنفى وإلى جانبهم ستكون قوة أمنية من حلفاء الناتو لمنع أي تغييرات قد تطرأ على المنطقة التي يبدو أنها دخلت في ضبابية جديدة حول هذه القوة من حيث تمركزها وتضارب وجودها مع الطموحات التركية والرغبات الروسية وفي محورنا الثاني مشاهدين خضى مجموعة من المتقفين الأكراد نقاشات في مدينة مرسين التركية للخروج بصورة تقريبية لمستقبل المكون الكردي في شمال شرق سوريا مع التطورات الحاصلة موقف يتضمن تحديد قائمة المخاطر وقائمة الأعداء أيضا وتقسيماتهم اليوم اجتمع الكرد وبالأمس مجلس العشائر العربية في المنطقة ذاتها أيضا فأين يصب هذا الحراك المدني؟ إذن مشاهدين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبقاء أربعمائة جنديا أمريكيا في سوريا حيث من المقرر توزيعهم في قاعدة تنفو المنطقة الآمنة بعد انسحاب قوات بلاده من سوريا وفي السياق نفسه قال مسؤول أمريكي إن 800 إلى 1500 جنديا أوروبي سيكونون بجانب القوة الأمريكية للمصاهمة في إنشاء هذه المنطقة ومراقبتها حسب قوله التقرير التالي والتفاصيل لا شك أن سلسلة خلط الأوراق في سوريا ما زال مستمرا ضمن حلقات متتابعة من السيناريوهات المتواترة وذلك في إطار نقل خطوات الأحجار على رقعة الشطرنج السياسية والتي ما فتئت تتبدل وتتلون حسب أجندات دولية وإقليمية ما زالت قيدا غموض في تفسيرها ومما لا شك فيه كذلك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجه انقساما حادا بشأن قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وهذا ما يستدعي تعديلا في أساليب العمل وليس تغييرا في الاستراتيجية الأمريكية حسب المسؤولين الأمريكيين وهي استراتيجية عسكرية تدفع بدونالد ترامب نحو الإعلان عن إبقاء أربعمائة جندي أمريكي في سوريا وسيكون توزيعهم ما بين قاعدة التنف على الحدود العراقية والمنطقة الآمنة بعد انسحاب قواته من سوريا وهي قوة تحت بند حفظ السلام جرى الحديث عنها في وقت سابق من قبل مسؤولين أمريكيين وسيكون إلى جانبها قوة أوروبية تتراوح أعدادها من 800 إلى 1500 جندي أوروبي وذلك للمساهمة في إنشاء تلك المنطقة ومراقبتها أما الموقف الأوروبي من الإعلان الأمريكي عن هذه القوة فما زال في مرحلة عدم إبداء الرأي ولا تعليق وما من تعليق أو رأي سيكون أكثر تكرارا على لسان المسؤولين الأتراك والرأي هنا سيدلي به وزير الدفاع التركي خلوس أكار إذ وضع ملف المنطقة الآمنة على الطاولة خلال اجتماعه مع نظرائه في البنتغول أمريكي وأكد على ضرورة سحب ما أسماها المنظمات الإرهابية في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردي وذلك لضمان عودة السوريين من عرب وأكراد إلى أراضيهم على حد قوله بالطبع وبغض الطرف عن تسمية القوة الأمريكية الأوروبية المشتركة في الشمال السوري في ما لو تم تشكيلها فما الذي تهدف إليه واشنطن عبر هذه القوة وما القوة والخيارات التي ستستند إليها التركيا في ما لو كانت هذه القوة للحد من طموحها العسكري وهل من موقف الروسي على سبيل تنافر المصالح مع واشنطن ترامب وتصفحاته وتقلباته ومفاجآته عنوان دائم في الإعلام لكن الإبقاء على قوة لحفظ السلام باتت العنوان الأسخن في الإعلام الأمريكي ونشرات الأخبار إذن مشاهدين لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في الستوديو برهان كوروغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باشر شهير ومعنا عبر الأقمار الصناعية من باريس الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية ورحب بكم وأبدأ معك دكتور أبو دياب يعني المسؤولون الأمريكيون يتحدثون إذن عن بقاء قوة أمريكية في سوريا ويكونون أكثر تحديدا في القول أن الأوروبيين سيكون الأعداد المتدفقة منهم إلى سوريا والموجودة ضمن هذه القوة هي الأكثر يعني الحديث عن حوالي 80% من القوات الأوروبية هل لا يزال لدى الأوروبيين مصالح في سوريا قد تدفعهم بالفعل إلى إبقاء هذه الأعداد والحديث ربما عن أكثر من 800 مقاتل أو جندي أوروبي تحياتي لك ولفريق العبل في قناتكم للمحاور الكريم ولكل من يشاهدنا أو يتابعنا يعني بالطبع أخيرا استقر رأي الإدارة الأمريكية وهكذا نكتشف ونتأكد بأن القرار بالرغم من النظام الرئاسي غير محصور بالرئيس ترامب وأن المؤسسات فعلت فعلها وعدلت هذا القرار كان هناك منذ ديسمبر الماضي تخبط كان هناك مشاورات حول لغز المنطقة الآمنة حول البقاء أو عدم البقاء في النهاية وصل الجميع لقناعة أن نهاية التمركز الأرضي لما يسمى دولة الخلافة المزعومة نهاية التمركز الأرضي لداعش لا يعني نهاية المطاف لأن هناك خلايا نائمة وهناك صحراء وهناك عند الجانب الروسي في منطقة تدمر وما بعدها مناطق مكشوفة متروكة فيها ويمكن أيضا أن يكون هناك نشأة من جديد أو ظهور من جديد لها الكل إذن يخشى بادئ ديبدأ أيضا بقاء مقاتلين أجانب في هذه المناطق إذن هناك مسألة أمنية بالذات لكن رغم هذه الأخطار وواشنطن رغم هذه الأخطار كان يبدو أن الأوروبيين حاولون يعني رفضوا أوصلوا رسائل سلبية لنقل لأمريكا تجاه بقاء قوات لديهم هناك إذا لم يكن هناك قوات أمريكية أيضا بالطبع يعني أثبت الجانب الأوروبي أنه ليس بإمكانه البقاء من دون الولايات المتحدة ومن دون غطاء الولايات المتحدة لأنه كان يخشى بصراحة من كل الأطراف الأخرى ليس عنده القدرة الاستراتيجية على صد الأطراف الأخرى وليس هناك تفاهمات أوروبية لكن على ما يبدو في الاجتماع الأخير رحل الشمال الأطلسي في بروكسل وعلى هامش اجتماعات ميونيخ تم اتخاذ قرار البنتاجون أقنع البيت الأبيض ببقاء الأمريكيين إن كان في التنف أو إن كان في شرق الفرات وأصلاً عدد الأوروبيين يبقى لغزاً لأنه على الأرض هناك قوات خاصة فرنسية وبريطانية وألمانية ويمكن أن تعزز بعض الشيء نصل إلى هذا العدد ولكن هذا لا يعني أن الأمر سيتم بدون التشاور مع الأطراق أو مع الروس أظن هناك حملة مشاورات الجانب الروسي يتهم الأمريكان بأنهم يردون دولة شرق الفرات لكني أظن أن الحوار التركي الأمريكي مستمر حول هذه النقطة ولم يتوقف ولكن الأمريكان أعطوا إشارة أنه حتى بعد تاريخ الانسحاب النظري لغلبية قواتهم في الثلاثين من إبريل ليس عندهم انسحاب من الملف السوري وليس عندهم إقرار بالسيطرة الروسية الإيرانية على سوريا وهنا باب القصيد في الموضوع بتقديره نعم طيب سيد كور أغلو يعني كما تحدث الدكتور قرارك هذا أمريكي لابد أن يكون بالتشاور مع تركيا هل تركيا موافقة على هذا الطرح الذي طرحته أمريكا وهل يعني يلبي مصالحها أيضا وتطلعاتها في هذه المنطقة طبعا إلى الآن ما زال هناك غموض إلى الآن يعني مشاورات بين تركيا وأمريكا لم تصل إلى يعني حد وضع خريطة طريق ولكن هذه يعني بعد الإعلان عن الانسحاب وبعد طبعا تناقضات المستمرة الآن هذا يعني إعلان الجديد يعني فيها شيء إيجابي أولا نحن نعرف أن أمريكا ستقلل عدد جنودها ولكن لن تترك المنطقة إذن المجال المناقشة مطروح تركيا الآن تريد طبعا إكيتسا في المرحلة القادمة ستطلب أكثر تشخص لهذا الموضوع ما هو الخطة المقبلة لأن هناك طلبات تركية وهذه طلبات لا رجوع منها أولا يعني تأسيس منطقة آمنة طبعا من قبل أمريكا أعلن أنه قد نناقش يعني مسافة 20 ميل في هذه إذن ما هي يعني في ذهن الأمريكا إلى الآن غير معروف ولكن ابقاء هذا العدد من الجنود يدل على أن أمريكا غير مقتنع إذا خرج تماما من المنطقة يعني عدم موجود تصريح تركي أو رد تركي على هذا القرار الأمريكي هل يوحي بأن ما تذهب إليه أمريكا اليوم شرق الفرات لا يتعارض مع منطقة آمنة كما تريدها تركيا بأن تكون منطقة آمنة بقوات تركية فقط لا أولا طبعا تركيا لا ترفض خيار أن يكون هناك منطقة آمنة بقوات دولية ولكن على أساس هناك كثير من التصريحات يعني حتى رجب طيب أردغان اليوم عاد للحديث عن المنطقة الآمنة وقال إذا تعذر إنشاؤها مع الحلفاء ستكون بقوات خالصة وكان له تصريحات أيضا سابقة بأن يعني برفض حتى أن يكون هناك قوات دولية أو ما إلى هناك في هذه المنطقة لا لا يعني تركيا قال إذا ما لم يلبي أمريكا مطلب تركي في تأسيس منطقة آمنة بالتوافق لأن منطقة آمنة كذلك يحتاج إلى تغطية جوية إذن هذا الأمر إذا أمريكا مثلا أدى استدادها لأن يشارك في تأسيس هذه المنطقة الآمنة بشرط أن يبعد كل هذه القوات مثل قوات البيضة قوات حماية الشعب من المنطقة وتجريد تجريدهم من الأسلحة الثقيلة التي قدم إليهم إذن تركيا لا ترفض أن يكون هناك مشاركة دولية في هذه المنطقة تركيا تقول إذا لم يلبي أي طرف من الأطراف طلب تركيا في تأسيس منطقة آمنة تركيا لوحدها ستقوم بتأسيس هذه المنطقة هذا هو الموضوع أما بالنسبة لعدم أو عدم البيان من طرف تركيا في موضوع إبقاء 200 جندي أمريكي هذا يطلع على أن تركيا عند استعداد لمناقشة هذا الأمر لأن هذه القطوة تدل على أن أمريكا عندها ليس هناك خيارات كثيرة بقي خيار الأساسي الذي هذا هو التعاون مع تركيا في تأسيس منطقة آمنة وفي أن يكون هناك على إبعاد النظام السوري من المنطقة سأعود إليك لحديث ربما عن شكل القوات وكيفية توزعها دكتور أبو دياب روسيا التي رفضت مراراً الوجود الأمريكي شرقي الفرات ويعني عدته عدواناً ووجوداً أجنبياً وحتى يعني قدمت طروحاتها بما يتعلق بالمنطقة الآمنة والعودة إلى اتفاق أضنى في تلميح ربما لعادة العلاقات مع النظام بشكل أو بآخر كيف يمكن اليوم أن تواجه وجود مجموعة من القوات الأجنبية الأوروبية والأمريكية في هذه المنطقة أعتقد أن هذه القوة الكبرى لن تحارب بعضها البعض من أجل سوريا أي بمعنى أو بآخر هي تسلم بوجود بعضها البعض يعني حتى الولايات المتحدة بالرغم من طلب النظام مجيء قوات روسية هي التي غطت القوات الروسية يعني في النهاية العين الساهرة الأمريكية أعطت شبه شرعية لإدارة روسيا للعبة ولذلك لم يكن هناك من اعتراضات الآن نرى أن اعتراضات روسيا خجولة بالنسبة لتركيا العقدة هي الآتية عمليات تركيا السابقة إن كانت ضرع الفراط أو وصل الزيتون حظيت من غطاء أو توافق أمريكي روسي إذن تركيا بالنسبة للمنطقة الآمنة تتريث من أجل ذلك حتى لم تحصل هي لا على ضوء أخضر أمريكي ولا على ضوء أخضر روسي بل أن طرح الروس اتفاق أضنى روحاني حاول أن ينصف فخا في كمة السنة الأخيرة استرح وسطته لكي يكون هناك نوع من مصالحة بين أنقرة ودمشق وهذا ما رفضه الرئيس أردوغان ومن هنا جاء هجوم بشار الأسد الأخير على أردوغان تبعا لهذا الرفض الآن واشنطن لن تتخلى عن تركيا بمعنى أو بآخر أعتقد في نهاية المطاف سيكون هناك تأمين للمصالح التركية لكن المسألة هي في عدد الكيلومترات إلى أين يمكن أن تصل الكوات التركية المسألة هي أيضا في ما تعتبره واشنطن أحدى واجباتها في حماية الأكراد سيكون هناك بتقدير حلول وسط لم يصل الأمر بين الفريقين إلى الاشتباك خاصة أن الجانب الأوروبي الذي له أيضا مصالح مع تركيا حريص حريص نعم يمكن أن يتم في المستقبل تفاوض أوسع بين كل الأطراف مسألة مثل مسألة سورية لا يكفيها مصار أستانا هي بحاجة لتفاوض أوسع والعودة إلى القرارات الدولية خاصة قرار جينيف واحد من دون ذلك سنبقى ندور في الحلقة المفرقة سيذكر أغلو في ضوء ما تحدث به الدكتور كيف تتوقع أن يكون شكل شرق الفرات لنقول بعد نشر هذه القوات في ضوء ما تريده تركيا وما أعلنت عنه أمريكا هل نتوقع منطقة آمنة وأن تكون هذه القوات مثلا على محاداتها كحد فاصل بين منطقة وجود البيدي والمناطق تحت النفوذ التركي هل نتوقع انتشارا أوسع لهذه القوات ضمن شرق الفرات في عمق شرق الفرات أولا طبعا أهمية الموضوع بالنسبة لتركيا هي الأمن القومي هذه المنطقة ما يعلن عنه تقريبا 30 كيلومتر على حدود تركيا هي يتعلق بالأمن القومي التركي يعني وجود أي قوة إرهابية بما فيها الدعش ومما فيها البايادة كل هذه سواسية بالنسبة لتركيا لذلك هذا المطلب التركي الأساسي لن يتغير ولذلك أمريكا أعتقد أخيرا البروكولاتيين الأمريكيين توصلوا إلى نتيجة أن خياراتهم الأخرى تقريبا نفدت بقي الخيار الأخير إلا هي تأسيس منطقة آمنة في هذه المرحلة ما هو دور هذه المنطقة أولا تركيا تريد أمن القومي ثانيا تركيا تريد يعني مسافة استقرار مثل ما عمل في عملية درع الفرات مثل عملية أفرين كلها الآن تركيا تريد أن تكون هذه المنطقة يعني تأسيس هذه المنطقة مقدمة لإيجاد مناطق آمنة يمكن يرجع إليها المواطنين هل تكفيها هذه المسافة كعازل بينها وبين وجود من تسميهم فصائل إرهابية؟ يعني هل يمكن أن تعدل عن فكرة القضاء على هذا الفصيل من أصله والقضاء على وجودها في هذه المنطقة؟ قضاء على هذه الفصائل طبعا هي قضاء يعني هي قد يعني هدف استراتيجي ولكن مرحليا تركيا تريد أن تؤمن هذه المنطقة حتى تجهز أمورها لأنه الآن تركيا تجهز أمورها في داخل أراضيها وأعتقد تقريبا اللوجستية لهذه الأمور انتهت تقريبا تركيا الآن مستعدة للتدخل أصلا هذا الأمر كان سيتم قبل شهر ولكن هذا المبادرة الأمريكية أخر هذا الموضوع وأعتقد أسبوع مقبل سيكون هناك وفد عسكري من واشنغتن في مقابل زيارة أكر إلى واشنغتن هذه الزيارة ستكون من أجل تنظيم هذه المبادرة يعني لن يكون هناك أي خيار آخر الآن خيارات أمريكا كذلك نفدت يعني سحب القوات كذلك تدل على أن أمريكا لن تكون كقوة فائلة في المنطقة ولكن ستبقى رمزيتها إلا إذا اشترك فيها بعض القوات الأوروبية وتركيا لا ترفض هذه الاشتراك المهم يكون السيطرة أو الكنترول في يد الأتراك لأن هذه القضية قضية مهمة لتركيا ليس لغيرها بهذه الأهمية أما قضاء على داعش ألا أصبح قضية تقريبا يعني غير واقعية لأنه لم يبقى هناك أناصر كوية جدا وتركيا عندها استعداد لمحاومة مواجهة هي ربما يتحدثونهم دوما عن مرحلة ما بعد وجود تنظيم الدولة كيف يمكن أن نعيد إنتاج نفسه ما إلى هناك من خلايا نائمة وهذا ما يخشون منهم في هذه المطقة طبعا يعني الاستقرار داخل حدود السورية مهم إذا تم هذا الاستقرار وتم وجود هذه المناطق أعتقد سيكون هناك لن يبقى هناك أي مجال لوجود داعش هذا طبعا عندنا شكوك كذلك حول وجود داعش أو يعني كيف نشأ هذه المنظمة هذه طبعا لا يمكن أن نرجع إلى الوراء بشكل كبير ولكن تركيا تؤكد على أنه لن يكون هناك أي تفريق بين داعش وبين فيدا وذي مطلوب من أمريكا يعني تراهم جميعا على نفس المستوى من تصنفها لهم كإرهابيين دكتور أبو دياب لو انتشرت هذه القوات الأوروبية والأمريكية في عمق شرق الفرات هناك قد يكون هناك نقاط احتكاك مع قوات إيرانية حتى مع مناطق يعني ذات نفوذ روسي في هذه المناطق كيف يمكن أن نتخيل شكل هذه المنطقة هل ستكون بمثابة تقسيم أو عزل لشرق الفرات تحت إدارة معينة بعيدا عن المناطق الأخرى وكيف يمكن تلافي أي احتكاكات سواء مع قوات إيرانية أو مع روسية حتى يعني بالطبع على ما يبدو عند حصول اتفاقيات بين كيري والأفروف في الماضي كان هناك نوع من تفاهمات حول غرب الفرات وشرق الفرات وهذه التفاهمات صمدت مع الوقت وباعتقد أنها ستصمد ونلاحظ كيف أن الجانب الروسي يبعد مثلا الإيرانيين عن دير الزور أعتقد سيكون هناك مثلا معركة ربما حول البوكمال هناك ربما هذا التواجد الإيراني ليس بعيدا عن التنف ومحاولة إيران الإصرار على فتح الطريق أو إيجاد تمركز بري من طهران إلى بغداد إلى هذه المنطقة ووصولا إلى بيروت ربما ذلك سيسبب مشاكل لكن في هذا الموضوع لا أظن سيكون هناك نوع من تناغم أمريكا روسي إيراني بل على العكس ستكون روسيا بعيدة عن ذلك أعتقد أن روسيا لها مصلحة هي تفتش عن اعتراف أمريكي باستمرار إدارتها للعبة وهي تفتش عن ضغط على تركيا أيضا في موضوع إدلب يعني روسيا أيضا بالنسبة لها الأولوية هي الآن إكمال النظام سيطرته على مناطق معينة وهذه المنطقة تأتي بعد إذن يعني هناك الطريق الدولية التي تمر نحو حلب هذه الطريق التي تمر ببعض إدلب منطقة باقي منطقة ريف حما لكن بالطبع تواجد نقاط تركية هناك لن يسهل أي مهمة من دون هذا التفاهم أيضا الروسي التركي إذن في منطق الأحوال في كل السيناريوهات تركيا لعب أساسي وتركيا في موضوع حتى المنطقة الآمنة والوجود الأمريكي الأوروبي ليس هناك بتقديري من مشكلة كبيرة لأن تركيا هي ضمن حلف شمال الأطلسي وهناك ترتبات مشتركة ما يسمى معايير العمليات المشتركة وبتقديري يمكن أن يكون هناك تقسيم للمهام وعمل مشترك يطمئن الجميع ويحفظ الأمر بانتظار الحل السياسي سيكون ذلك رافعة على ما يبدو سيكون هناك رسالة من واشنطن لأنقرة بأن الوصول الروسي والإيراني إلى إدلب كما إمكانية سيطرة للنظام على شرق الفرات يعني نهاية الحل السياسي في سوريا وهذا ليس في مصلحة تركية لا على المدى المتوسط ولا على المدى الطويل ولذلك أظن في نهاية المطاف يمكن للمصالح المشتركة داخل حلف شمال الأطلسي أن يكون لها الأولوية نعم سيد كور أغلو إذا حصل تركيا على هذه المنطقة الآمنة أصبح هناك فصل جغرافي بينها وبين قساد كان هناك ربما منفذ لعودة عدد من اللاجئين إلى مناطق آمنة وكان هناك أيضا قوات حفظ سلام هل تتوقع أن تركيا قابلة للتصالح مع فكرة وجود إدارة ذاتية في هذه المنطقة يعني الشق العسكري منها يبقى بيد قوات سوريا ديمقراطية يعني طبعا تركيا هدف منذ البداية مبدأها الأساسي أنه يحفاظ على وحدة أراضي سوريا هذا لن يتغير تركيا بالنسبة لهذا الأمر مهم جدا ولكن مرحليا خاصة في ظل سيطرة كوات النظام الإدارة الذاتية هنا قد لا تكون بمعنى انفصال كامل عن سوريا قد تكون بصيغة أخرى أنا بس حبيت أن أؤكد على أنه موضوع لأنه أحيانا هذه الإدارة الذاتية قد تحول إلى مناطق منفصلة عن بقية سوريا هذا المطلب غير صحيح مرحليا ولكن خاصة فيما يتعلق بموضوع الوثيرة أسطنة وسوتي كلها طبعا أسطنة نص على أن يكون مرحلة قادمة دستور جديد والانتخابات الجديدة طبعا إذا ما اتفق على أن الأسد يخرج وكذلك النظام يتراجع في هذا القمع ويكون هناك مجال لإشتراك كل الأناصر السورية ولكن مرحليا مثل ما حدث في جارابلس مثل ما حدث في الباب أو منطقة در الفرات هناك مجال تركيا تدعم هذا المجال أن يكون هناك مناطق استقرار يرجع السوريين اللاجئين إلى بلادهم ويكون هناك نوع من الإدارة المرحلية ولن يكون هذا طبعا نهاية الأمر هي بداية الأمر ربما سنبحث المزيد من احتمالات إدارة هذه المناطق في محورنا الثاني أشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باشا شهير السيد برهان كوروغلو كنت ضيفي في السوديو شكر موصول لك أيضا دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس مشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة محورنا الثاني اشتركوا في القناة